معانا كمان يمكن برضو زي ما قلتلكو هل بالنسبة للحريق برضو الحرائق اللي حصلت الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم نصلي من اجلها من يوم من اول امس وحرائق الغابات التهمت كثير من البيوت اكبر حريقة بتتعرض اكبر حرائق غابات مدمرة بتتعرض لها كاليفورنيا اللي احنا هنا بنتكلم عنه انه مية وخمستاشر الف فدان اكلها الحريق خمستاشر واحد ماتوا والنهاردة التحديث بيقول سبعتاشر وبرضو بيقولوا ان فيه انجرز وفيه ناس وفيه ناس المية تعوروا اكتر من مية تعوروا وفيه كمان اكتر من متين مبلغ عنهم بانه هم مش عارفين يلقوهم مفقودين الحراية اكلت بيوت اكلت مكتبات اكلت مولات شوبينج سنتر زي ما انتم شايفين كده المنظر يعني فعلا يعني حاجة يعني بجد مش عارفة فعلا اقول لكم ايه حاجة صعبة جدا جدا ربنا يرحمنا يا رب يعني برضو اللي كان المعتاد ان يكون في جنوب كاليفورنيا دلوقتي احنا كده عندنا بتاع اربع مقاطعات العربيات اتحرقت بالكامل عندنا دلوقتي زي ما بقول لكم اربع مقاطعات في اه ده كان بيت كان بيت شكله جميل زي ما انتم شايفين البيت خلاص ما بقاش فيه يعني غير كله بواقي اه اه الاربع مقاطعات في اه في شمال كاليفورنيا تأثروا بشكل كبير جدا بالحريق اللي ساعد على انه الحريق ينتشر حاجتين الجفاف والرياح سرعة الرياح كانت شديدة جدا لدرجة ان هما مش قادرين يسيطروا على الحريق ده كان فيه معرفش معنا الفيديو التاني اللي هو كان معرفش من ABC News او من يعني مشاهد صعبة جدا الناس بتدور كانت واحدة ستة كبيرة في السن يعني متوسطة العمر يعني بوسط ركام بيتها بتدور على الخاتم الجواز يعني متخالين البيت يعني جايبين لك صور ومشاهد بيوت ما بقاش منها غير ما تبقاش من البيوت دي غير بس مجرد يعني تلاقي الغسالة والمنشفة اللي هي اللي موجودين في البيت تلاقي مثلا كان فيه هما الاتنين من كان فيه فيديو تاني من ABC News يا ترى عندنا ولا لا احنا معنا اتنين فيديو زمايلي قلولي الاتنين من فاكس وهو كان برضو دي انهايم على فكرة اللي ارجع لانهايم معليش تاني لغاية ما نشوف الفيديو التاني برضو اللي كان من ABC News المهم الفكرة طبعا مشاهدينا انه للأسف الشديد انه زي ما انتو شايفين دي انهايم انهايم يعني برضو دي المناطق في جنوب كاليفورنيا ودي المناطق اللي كان للمعتاد انه هو يحصل فيها حرائق بس بش بالمنظر ده المرة اللي فاتت لما حصلت الحريق قريب كانوا بيحاولوا على قد ما يقدروا انه هما يبعدوا الحرائق عن البيوت المرة دي للأسف الشديد الحرائق اكلت بيوت كتير بيوت كتير جدا يعني وزي ما قلتلكم كان فيه منظر كمان انه هما كان مستشفيات بيحاولوا ياخدوا العينين بسرعة ويحاولوا ينقلوهم في عربيات اسعاف علشان خاطر انه ما يتعرضوش يعني يبعدوا عن المكان اللي فيه الحريق فبالتالي زي ما بقول لكم كده انه احنا يعني شفنا مواضيع كانت صعبة جدا الفترة اللي فاتت ويعني الايام اللي فاتت والغاية دلوقتي بيحاولوا يطفوا الحرائق لكن الموضوع صعب شوية فنتمنى حضراتكم نصلي من اجلهم يعني لغاية دلوقتي الامور النهاردة الجوة اهدى اللي دلت قال انه الاجواء كانت اهدى شوية وبالتالي يعني الدنيا بامل في انه قوات مكافحة الحرائق تقدر ان هي تشتغل لانه مع وجود الرياح اللي بتصل سرعتها لـ 80 كم في الساعة بتبقى مشكلة جدا في انه يتم اخماد الحرائق فزي ما بقول لكم دلوقتي العدد المقاطعات النهاردة التحديث يعني لغاية مبارح كانوا اربعة مقاطعات النهاردة تمن مقاطعات تم سيطرة النيران عليهم في فندقان شهيران في منطقة سانتا روزا سانتا روزا دي برضو كان فيه هيلتون كان فيه سور كده للهيلتون للهيلتون انا يمكن برضو انا معي السور ممكن تخدوها من عندي انا كنت خدتها من الفيديو نفسه بتاع اللي هو الـ ABC News لو برضو يعني توريكوا قد ايه فعلا الدنيا والضمار الكبير جدا اللي حل بال يعني بالمناطق لدرجة انه يعني فيه ممكن معلش الزميل يخدوها من عندي حلقيا انه يعني دي السور انا خدتها من الفيديو وبتقولكوا برضو نفسه شايفين المناظر والبيوت و 1500 بيت وبزنس اللي هما البزنس دولة اللي هما بيبقوا الشابينج سنترز يعني او المولات يعني المناظر صعبة جدا متخلين ناس دلوقتي طبعا هما اخلوا اخلوا حوالي كام متين الف تقريبا من بيوتهم او 25 الف عفوا يعني اخلوا عدد كبير قوي هيبان معانا دلوقتي في السور اللي معايا دي دلوقتي بحيث انه برضو تشوفوا الاماكن كانوا رصدنهم لكم بفورا افتر وفي نفس الوقت دونالد ترامب بتواصل مع حاكم كاليفورنيا على تواصل مستمر واللحاصة متين ميسن جهوزين ما قلت لحضراتكم من شوية خلاص تم اعلان كده منطقة كاليفورنيا منطقة كوارث وخصوصا المناطق اللي هي كان فيها هذه الحرائق بشكل كبير جدا تمن مقاطعات مشاهدينا الى الان الموضوع صعب يعني بقولكم تخيلوا كده انه هما الناس مشيت من بيوتها علشان خاطر حياتهم وارواحهم لكن تخيلوا ان البيوت كده اتدمرت بالكامل يعني شوفوا احساس الناس دي ايه لما تلاقي بيتهم اللي عاشوا فيه متدمر بالكامل 17 شخص قتلوا الى الان 200 مفقودين 100 مصابين ولسه برضو الحصر النهائي للعدد بتاع البيوت والعدد كله يعني كانت الحكاية الحقيقة صعبة جدا جدا يعني مناطق قبل وبعد شكلها صعب بيتكلموا عن انه زي ما بقول لكم يعني اكتر من الف بيت ودلوقتي طبعا العدد زاد 1500 بيت وبيزنس اعداد القتلة برضو زادت اللي تم اخلاقهم من بيوتهم اكتر من 20 الف يعني المناظر كلها صعبة عربيات محروقة بشكل كبير اكتر منطقة زي ما بقول لكم كانت سانتا روزا الناس يعني والامور كلها صعبة جدا عموما يعني يبدو ان احنا مش عارفين ان نجيب بقية طيب يعني عشان بس يعني زي ما قلت لحضراتكم انه يعني الاوضاع انا بس عايز اوليكم بفوران افتر الاماكن يعني كتير جدا يعني تراصدت الدنيا لو تشوفوا الموضوعات هتلاقوا ان الحكاية يعني صعبة جدا يعني بجد بيوت بالكامل اتكلت ومناطق بالكامل ومستشفيات ومكتبات مراكز تجارية بالكامل كل ده بالكامل طيب نكتفي بهذا القادر معلش زميلين انتوا حاولتم معلش ماش قادرين كنا نعرض لحضراتكم باقي السور اللي معنا هكيد هنتابع معاكم الفترة اللي جاية نيجي بقى للموضوع بتاع لازم فيجس والاكتشافات الجديدة المثيرة تم الكشف عن انه الوقت اللي هو كان بدأت في اطلاق النار ما كانش دقيق وتم الكشف عن انه كان بيقولوا انه في حارس او سيكيوريتي جارد اللي هو حارس في الدور 32 كانت ضرب بالنار بعد اطلاق النار على الحشود الكشف الرهيب بقى اللي تم الكشف عنه انه بدك اطلق النار على الحارس من خلال من وهو من جوه قطه في الدور 32 لانه كان كشفه بالكاميرا ست دقايق قبل اطلاق النيران من هنا بقى الموضوع مش فاهمين في ايه طبعا التحقيقات مازالت مستمرة ولكن اللي طبعا اكدوا انه هو كان بيدمن لعب البوكر في نفس الوقت انه هو كان بيعاني توطر وكان بياخد فاليام بس الفاليام ناس كتير بتاخدوا على فكرة وصائق بتعود لعام 2013 نشرتها شبكة السي ان ان بانه يعني هو من الناس اللي كانوا بيمدمنين يعني لعب البوكر والنوع من انواع الامار اخر معلومات كشفها رئيس شرطة لاس فيجس جوزف لومباردو انه هو عنصر الامن اللي اصيب حين اطلق بادوك النيران اللي هي نقدر نوقف الصورة اللي فاتت والمفروض فيه اثار النيران على الباب يعني عموما اللي هو اطلقها عليه من الغرفة بتاعته واصيب فيه الساعة واحد وعشرين تسعة وخمسين يعني الساعة تسعة وتسعة وخمسين دقيقة يعني قبل ست دقايق من اطلاق بادوك النار على الحشود مما يصير تساؤلات عن السبب اللي منع الشرطة من الرصد بادوك في وقت مبكر وايه اللي خلاه جعل حد الهجوم وما هو ما حدش عارف طب الهجوم توقف ليه بعد عشر دقايق وإيه اللي اتعمل من بعد ما الهجوم حصل اطلاق النار في العشر دقايق لغاية ما وصل القوضة بتاعته الساعة 11 وعشرين دقيقة تساؤلات كثيرة جدا ما زالت تطرح في هذا الموضوع محدش عارف رها اجابة لغاية دلوقتي في اكتوبر 2011 كانوا بيقولوا ان كان بادوك وقع عند سقط وكان دي برضو مشاهد جايبينها هو بيتزحلق وهو داخل عند فندق وكازينو في لاس فيجاس وكان بعد سنتين رفع دعوة على الكازينو وانه هو كانوا عاملين دعوة دي بـ 97 صفحة عملها لمحامي سلموها لمكتب التحقيقات الفيدرالي واستيق انه كانت حصلت على نسخة منها في عام 2013 كان في فترة من الوقت اكبر لاعب وانه هو كمان كان بخيل الصورة اللي هي اللي فاتت دي ممكن يكون موما يعني ايه ففي النهاية بدأت تطلق عن بيقول انه هو لم يلعب بقدر ما كنت ألعب يعني هو كان اكتر واحد كان بيلعب التاشر وبيقال انه هو عام 2016 كان كسب خم مليون في قاعدة واحدة بيتنقل بين مختلف كان ممكن يلعب لـ 14 ساعة في اليوم انه هو كان بيلعب كل يوم 15 ساعة في اليوم وكل يوم 65 يوم وبيقول انه كان بيلعب طول الليل بينام في النهار وكمان انه هو اكد انه ما كانش بيشرب القحول امام البكر قالت اللي هي الامار اللي بيلعب بيها ده اللي هو رئيس شرطة سير لوباردو رئيس شرطة لاس فيجاس اللي هو قدل بالمعلومات الخطيرة بتاع التوقيت ده وفي نفس الوقت هو بيقول انه هو برضو دي كلها تصراحات كشف عنها محامي اللي كان بتاع بادوك اللي كان قدم له لما وقع في الاوتال وكان المفروض انه هو كان رفع دعوة ضد كازينو من الكازينوهات لما تزحلق فيه الفكرة طبعا انه هو حقق سروة كمان في القطاع العقاري في اللي هي العقارات البزنس العقارات كان بيراهن ما بين 100 دولار و1350 دولار في كل مرة يعني مليون دولار في الليلة فمن خلال المكاسب اللي كان بيكسبها من العقارات فكان بيلعب بيها وكان بيكسب يعني وده اللي خليه طبعا استمر هذه الفترة كان بيه دي وقته ما بين كاليفورنيا نيفادا تيكسس فلوريدا كان ممكن يسافر ثلاث أسابيع في الشعر كان على طول بيقيم في الكازينوهات اللي كانت يعني تشجع الناس إن هم يلعبوا فبتعمل تخفضات كبيرة جدا كان أحيانا ياخد تخفض للقوضة 95% يعني أقل من قيمتها يعني يدفع بس يعني مبلغ بسيط جدا جدا على اعتبار إنه هو من أكبر اللاعبين يعني كان وهو بيلعب البكر أو الأمار كان بيلبس تروال رياضي كان بيقولوا إنه هو يعني لبسه كان بيبقى غريب كده بيجيب معاه المشروب بتاعه اللي بيشربه يعني ما كانش حتى إنه هو كان يعني غني قوي ويلعب كتير وكان بخيل فكان يعني يجيب معاه الدرينك بتاعه اللي هيشربه علشان ما يضطرش يطلب مشروبات وهو بيلعب ويدطر إنه هو يدفع تابسي يعني أو يعني إكراميات رحلته من لاس فيجس بدأت يعني يعني تتبعد اعتبارا من عام 2017 في الوقت ده كانت سوق الريالستيتا والعقارات كان شوية 2007 عفوا كان شوية يعني ابتدى يقل فبالتالي يعني هو بدأ بقى إنه هو يلعب بشكل أكبر وبدأ اللعب بتاعه يعلى قوي كان في 2013 المهم إنه الموضوع إنه هو المحامي ما تكلمش عن إنه يعني إنه كان مثلا يعني غاوي فيه ناس بتبقى غاوية إنها تروح أماكن إطلاق نار للتدريب كده أو تروح أماكن إطلاق نار المحامي بتاعه قال إنه بدك كان مجرد إنه بيملك سلاح وخلاص يعني ما كانش فيه حاجة تانية يعني أكتر من كده ما كانش معروف عنه إنه هو غاوي موضوع تجميع أسلحة علشان يخلص الوضع بإنه هم يلاقوا 42 سلاح حاجة تانية تكشفت في موضوع الفندق بعد ما تكشف فرق الوقت قال لك إنه هو كان الكل بيتسائل هو طلع الحاجات دي منين فيه أسنصير في الأوتلات بيستمول هو أسنصير الخدمات أسنصير خدمي في الأوتل اللي هو اللي حصلت فيه الوقعة ماندلي باي كان فيه هو كان عارف إزاي إنه هو يدخل ويطلع وينزل في الأسنصير بتاع الخدمات ولأنه كان شكله معروف في منزلي باي وفي القتلات كتير هناك اللي كان بيتردد عليها محد الشك في حاجة ولأنه زي ما احنا بنقول إنه كان بيبقى لابس كده لبس يعني سروار رياضي مش عارف إيه حاجات كده لبس كان بيطلع وينزل من الأسنصير بتاع الخدمات اللي هم اللي بيطلعوا وينزلوا فيه الأكل الحاجات اللي هي الحاجات بتاعت القوض برضو بعد ما كانوا بيقولوا إنه إزاي حد دخل من اللي هم بينضفوا القوض وملاحظش أي حاجة قال لك لا ده هو كان حتى لما طالب الترابيزة اللي هي كان حاطت عليها الكاميرا بره الأوتل معانا استور تاني وكانت فيه الترابيزة اللي هي بيجيبولو فيها الأكل كان معلق فيها الكاميرا وكان كان الروم سيرفيس جابها له وسبها له بره الأودة علشان خاطر هو كان حاطت علامة ممنوع الإزعاج فبالتالي بيقولوا إن محدش دخل الأودة على فكرة يعني كان الكلام برضو في الأول اللي كانوا بيقولوا إن الهاوسكيبنج دخلوا فيه دخلوا فيه دخلوا قطه يعني وإزاي ما شافوش في النهاية ما زالت أمور كتيرة صحيفة الاندبندنت وعن طريق برضو بعض المحللين على بعض المواقع ليست عشان برضو أبقى أمينة معاكم ما تذكرش ده مثلا في الـ ولا في الـ ولا في الفاكس يمكن يكون الفاكس جابوا سيرته يعني ولكن اكتشفوا إن هو كان قام بـ 11 رحلة كروز اللي هي الرحلة اللي بتكون في البحر وإنه الرحلات دي كان بيوصل فيها لدول عربية فبرضو دي بتصير علامة استفهان 11 رحلة 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 في البحر اللي هي بتاخد مركب ويمشي بيها في البحر 11 رحلة 11 رحلة دول كان فيهم نزل في بلاد ودول عربية لغا دلوقتي لحد قادر يقول إنه فعلا كان مريض نفسي لحد قادر يقول إنه كان ليه علاقة بداعش أو ليه علاقة بأيدلاجية معينة أو ليه علاقة بالإرهاب الأمور كل شوية ما بتزداد غموضة بل على العكس التطورات دي في الموضوع ما خليه حتى لو أنتوا قريتوا تعليقات ناس كتير على الحاجات اللي هي ليه علاقة بالفيديوهات بتاعة موضوع لاس فيجاس وإيه جديد في التحيات في لاس فيجاس بتلاقي الناس كتير جدا ادخلوا بس على تعليقات الفيديوهات اللي هي نازلة بتاعة اللي هي مثلا على الفيسبوك أو على اليوتيوب اللي هي خاصة بالمؤتمرات الصحفية اللي بيقدمها رئيس الشرطة هناك لنباردو رئيس شرطة لاس فيجاس وإنتوا تشوفوا الناس بتقولهم أنتوا مش نويين تقولوننا الحقيقة أنتوا الـ FBI مسكتكوا إيه الحكاية إمتى هنعرف الحقيقة من حقنا ومن حق الناس إنها تعرف الحقيقة الكلام اللي أنتوا قاعدين تقولوا ده كله قاعدين لدرجة بيحللوا البادي لانكوش بتاعة رئيس الشرطة بإنه فيه حاجات فيه بيخلط في إلقاء كلمات مش عارف فيه حاجات كده مخليها ناس بتقول أنا بقول لحضراتكم برضو الكلام ده ليه إنه الموضوع كده فيه حاجة غمضة لما برضو كشفوا في الأول عن إنه الورقة دي قال لك مكتوب فيها حاجة غمضة طلع إن هي فيها أرقام والأرقام دي طب ما قالوش حتى مثلا إن فيها أرقام وواضح إن الأرقام دي كانت معمولة من قبل إذن الجديد النهاردة اللي هو مثير إنه إزاي الحارس اللي في الدور 32 عند القوضة اتضرب بالنار قبل إطلاق النار بست دقائق ست دقائق دي تعمل فيها عمايل وبالرغم من كده ما حدش طلع على الحارس اللي في الطرقة في القتل فما يبقاش فيه تحرك من الشرطة إن هي تمنع هذه الكارثة معرفش يعني أنا الغدلوقتي كلنا كل الناس على فكرة مستغربين من بعد الأمور الجديدة دي إيه تاني جديد هيبان قالك برضو الحاجة التانية اللي قالك عليها يعني إحنا عرفنا إن هو كان بيستخدم الأسانسير بتاع الخدمة عرفنا إن ضرب النار كان قبل إطلاق ضرب الحارس كان قبل إطلاق لأن هو قالك إنه إطلاق النار ابتدى عشر وخمس دقائق وأول مكالمة راحت ليه الناين وان وان كانت عشر وثمان دقائق بالليل التلات دقائق الفرق دول إيه برضو هل في لغبطة ولا في إيه عرفنا كمان إنه هو كان قاله كمان إنه برجانب الورقة اللي كانت مكتوب فيها حساب حساب دقيق للزاوية اللي هو بيضرب فيها النار من الفندق لغاية الحشود دي كان على الجنب التاني وكانت حوالي زي ما قلتلكم حوالي 400-500 يارد الحاجة التانية سرعة الرياح الحسابات دي لقوها في الورقة اللي كانت محطوطة على الدسك اللي لقوا كمان قالوا مبارح برضو إنه كمان فيه دواء لقوه في القودة بس ما قالوش إنه هو الفاليوم هم من التقارير اللي كان تقارير طبية لأي إنسان هنا ليه تقارير طبية في المستشفيات من المتابعة بتاعته إنه كان بياخد الفاليوم لكن إيه هو الدول اللي كان موجود في القودة من الواضح إنه إحنا لسه عندنا حاجات تانية زي ما قلتلكم صحيفة الاندبندنت كتبت إنه هو 11 مرة رحلات بحرية وإنه هو راح للمناطق اللي بيعتقد إنه فيها من ضمن الدول العربية اللي راح فيه دول خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة أو الجماعات الجهادية صحيفة الاندبندنت البريطانية وإنه ما تكلموش كتير زي ما بقول لكم في القناة الرسمية عن الموضوع ده إنه هو ظهر الشرق الأوسط وإنه الموضوع ده كله لغاية دلوقتي محدش يقدر يقول لا داعش ولا غير داعش لموضوع نفسي ولا غير نفسي إيه الدافع اللي كان وراء بدك إنه هو يرتب بهذه الدقة إنه هو يقوم بهذه العملية مجهول إلى الآن الدافع مجهول وهنشوف إن شاء الله في الفترة اللي جاية نيجي بقى الموضوع تاني بالنسبة لبلجيكا اعتقلت شخص على صلب هجمات إرهابية وده كان الهجمات الانتحارية اللي هي وقعت في براكسل في شهر مارس السلطات البلجيكية قالت إنهم اعتقلوا راجل اسمه إبراهيم تا اتهمته بالقتل والإرهاب الهجمات كانت على مطار ومحطة مترو براكسل لو تفتكروا في العام الماضي مارس العام الماضي وكانت سوقتها أصفرت عن مقتل أكتر من 30 شخص وجرح أكتر من 300 آخرين النهاردة بقى واستمرانا للعمليات الإرهابية اللي بتحصل في سوريا وفي دمشق كان فيه هجوم انتحاري بالقرب من مقر شرطة العاصمة السورية دمشق كنتوا فاكرين ده كان موضوع بتاع بلجيكا نروح على دمشق وسوريا وثلاث انتحاريين فجروا أنفسهم بأحزمة ناسفة بالقرب من مقر قد شرطة العاصمة السورية دمشق وكالة الأنباء الرسمية سانا نقلت عن مصدر في وزارة الداخلية أن إرهابيين حوالى اقتحام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق وأن عناصر الأمن اشتبكوا مع الانتحاريين مما اضطرهم لتفجير نفسهما قبل الدخول إلى مبنى الشرطة عناصر الشرطة قدروا من محاصرة انتحاري تالت كان على مدخل سوء البالة بمحيط شارع خالد ابن الوليد وبرده فجر نفسه قائد شرطة محافظة محافظة دمشق قال أن الهجوم أصفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين بعضهم في حالة خطرة وده كان وسط العاصمة السورية بعيدا نسبيا عن العنف اللي بتشهده باقي أجزاء دمشق باستثناء هجمات متفرقة أحدث الهجمات كانت استهدفة مخفر للشرطة اللي هو قسم الشرطة اللي كان بداية الشهر ده بداية شهر أكتوبر والأصفر عن مقتل سبعتاشر وقتها داعش أعلنت مسئوليتها عنه طبعا بأكتوبر إحنا كده مليء من واحد أكتوبر كان الموضوع بتاع لازفيكس من